تحدي لرئيس الوزراء ولوزير المالية الحالي والقادم ورئيس الوزراء القادم من هنا أتحدى الكاظمي ومن هنا أتحدى وزير المالية وورقتهم البيضاء الذي صدعوا رؤوسنا بها خلا نطيج قضية خلا اختصرها مثل قضية الأقل اللي تصل من الأنبار عندي بنت شل الرباعي شل الرباعي ركزيلي شل الرباعي يعني الحواس كافة امتهية يعني ما تعمل نهائيا درجة العجيز إذا أريد انقلزها بالحواس الأربعة أو الحواس خمسة وصل خمسمية بالمئة هذا طبيعي تقارير طبية مقدمة لوزارة العمل موافقة وزير أنذاك بعام 2013 أو 2014 لإعطاها يعاني الاجتماعية قطعة الإعانة قبل شهر قطعة الإعانة قبل شهر عندما ذهبوا الأهل للسؤال ليش قطعة الإعانة شو يجدوا بالحاسب المكتوب مثلا نعم ويجدوها متزوجة متزوجة ويجدوها متزوجة وهي شلل متزوجة وهي شلل رباعي هي شلل رباعي أنا أسأل أسأل الموظفين لأنه قد يعملون يعني بس سريد أعرف منه يعني بها طريقة تتعملون بها وسيلة تتعملون شنو المنهجية اللي تتعملون بها أنتم يعني ما معقولة شخص شلل رباعي تكتب عيام متزوجة يعني الهدرجة أنت مو مهني بمكانك وبعملك وهي آلاف الحالات ليس هذه الحالة واحدة آلاف الحالات في هالطريقة مكفوفين فاقدي بصر مئة بالمئة تقطع الإعانة بسبب فوق خط الفقر يعني مثل ما ذكرت لك قبل قليل أنه يحاسب على السبلة إذا وجدت في غرفته يحاسب على الثلاجة إذا وجدت في منزله يحاسب على رقم سيارة هم من طوئنه بالقانون قانون 38 قال أنه تستورد سيارة مع فيها ضريبيا زيان الروح نسحة بالسيارة نسحة بقطع الإعانة ليش؟ لأن انت خذت الرقم يا أخي مونتق مونتقلت فيها بقرار ما إلى حالة مونتقلت فيها حالية خلي انتقلت فيها حالية ترى سجاد أنا أضف لك احترام طبعا وتقدير لكم أريد كلمة منك أخيرة شكرا جيد بدقيقة كلمة الأخيرة هاي تحدي نعم تحدي لرئيس الوزراء ولوزير المالية الحالي والقادم ورئيس الوزراء القادم نظرية اقتصادية لذول أعاقة نظرية اقتصادية لذول أعاقة وللقطاع الخاص والنوع الأول بالشرق الأوسط وبالعراض حسنا عدنا خريجين يظاهرون يردون تعيينات تمام نعم هنا جاءت فكرة مختلفة لا رد تعيين ولا رد شيء وانا عتب على الخريجين طبعا يقول احنا شهادات عليا وغيرها فالمفضل أنت تكون منتج ليس كل شيء حكومة بالمناسبة ولكن شيء تعيين مركزي أو كل شيء اسمه قطاع خاص هذه الورقة تحتوي على قطاع خاص مئة بالمئة لكن نحتاج مديد العون من الدولة بقروض ميسرة وخفيفة جدا من هنا أتحدى الكاظمي ومن هنا أتحدى وزير المالية وورقتهم البيضاء الذي صدعوا رؤوسنا بها ورقة بيضاء ورقة أتحدىكم أنتم والورقة البيضاء أن تأتوا تطبقون هذه الورقة ورقة ناضجة وعدت وكتبت من خبراء اقتصاد كبار لذوي الإعاقة هذه رسالتي إلى الكاظمي سجاد كاظم يعني الناشط من ذوي الهمم تحية إليك وتحية إليك كل اللي موجودين بالعراق إننا نتكلم عن خمسة مليون أو أكثر هذول يحتاجهم من يفهمهم يمدئ لهم إيد العون يفتح لهم الباب ما يحتاج نظرات شفقة من الناس لأن تتبحهم وتموتهم ألف مرة بدوديكم وساعدوهم ومطوهم فرصة لأنهم أفضل من اللي موجودين اللي ما يعرف يقرأ ويكتب وحدة شلال رباعي متزوجكات بهم لكم الله يا عراق أشكركم بأمان الله